مرحبا بكم مشاهدي بيروت اليوم بلبنان والعالم فيما عادت طبول الحرب لتقرع في فلسطين عادت السخونة إلى الجبهة الجنوبية والأهم التهديدات الإسرائيلية بتدمير لبنان وفيما قد يرى البعض بالتهديد كلام بالهوى على أرض الواقع أن عيدام الاستقرار والمخاطر المحتملة تأتي بدغوط جديدة على اقتصاد مدمر منهك ومنهار ببلد من دون رئيس منذ عام تقريبا ومجلس وزراء مستقيل ومشتت ومجلس نواب منقسم والدائرة الأضعف لبلء الضحية هي المواطن اللبناني فماذا يحضر للمواطن من مفاجآت وما مصير أمواله رتبه ومعيشته بمشاريع القوانين المقبلة وموازنة الـ 2024 والتعميم الأخيرة مواضيع سنناقشها مع ضيوفي اليوم السيد محمود الشبيعي وأنت باحث اقتصادي ومالي والسيد إلي عبود وأنت النقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين بلبنان أهلا وسهلا بكم يعني اليوم موازنة الـ 2024 كل سنة نجتهد أكتر من سنة كل سنة في مفاجآت واجتهدات وآخر شيء بتجي بعكس مصلحة المواطن كيف هيك إذا سريعا اليوم هالموازنة اللي راحت وإجت طلعت من أيلول من مجلس الوزراء وتم مناقشتها ولجنة المال عملت ماراتونات بمناقشة بنود الموازنة كيف ترى هذه الموازنة هيك سريعا لنبدأ بالحوار استكمالا لنفس النهج القديم بالموازنات السابقة موازنة لا تراعي الأصول المالية الحقيقية للموازنة الطبيعية بالبلد موازنة بيجيب عنا الترابط بين البرود الاقتصادية والمالية والنقضية والاجتماعية موازنة فقط عملت من أجل تحصيل إيرادات بغض النظر عن الطريقة العشوائية ومن دون ما ينراعي الوضع العام بالبلد أو وضع الاقتصادي وضع المؤسسات وضع الشركات أو وضع المالي أيضا بالبلد اللي هو متردد كذلك الأمر بدون أي رؤية اقتصادية استثمارية لأن الموازنة المفتوضة يكون عندها رؤية لتعزيز الاستثمار بالبلد وزيادة النفقات الاستثمارية بش موجودة والأهم ما بتطلع أبدا لتطلعات الناس من الناحية الاجتماعية ولا كيفية تحسين إذن هي موازنة عملت بشكل سريع من أجل تقول الحكومة ظننا نعملها بالمهل الدستورية قبل نهاية شهر قيلول وبالتالي إذا المجلس النيابي منع أشعق قبل نهاية شهر 12 يعني فينا نقرب مرسوم عمل المهيد الموازنة تفتقد لقطع الحساب اللي هو أساس أيضا بإقرارها ضمن مرسوم فبالتالي هذه الموازنة إذا بضعتيها كرؤية عامة لألة هي موازنة فقط هدفها تجميع الضرائب لا بطريقة علمية ولا بطريقة عادلة إنما الهدف مننا فقط نقول حتينا ضريبة جبناها لأد إرادات نصرفها لأد نفقات مننا قصم من بعض رح نحن نحكي كمان بالنفقات بيطلع عنا رأم إذن فبالتالي هذه الموازنة اللي بيطلع فيها بشكل استراتيجي أو شكل عام بيتأكد إنه عملت فقط من أجل ضرب مصلحة الناس ومصلحة الشركات وأرضاء فقط لصندوق النقد الدولة وتعويم أنفسهم بالدولة يعني على سيرة النفقات الاستثمارية بخلال مسيرة الاقتصادية بالأم تي في ما رح قللك 12 و13 سنة خليني قللك 10 سنين بتذكر إنه كل سنة كنا نحكي إنه ما فيه نفقات استثمارية ما فيه رؤية اقتصادية صارنا 10 سنين من عيدهم وما فيه شي تغير قبل الانهيار وبعد الانهيار إنه ما عم تتعدى النفقات الاستثمارية 2% من مجمع النفقات علماً لازم تكون أكثر من 20% ورؤية اقتصادية سيد إلي نعم أنت يعني نقيب سابق للخبراء خبراء المحاسبة وضليع بموضوع الضرائب والنفقات والإرادات كيف ترى هذه الموازنة؟ هذه الموازنة للأسف مثل ما قال دكتور جباعي بدي وضح أمور أنه شغلي للجمهور أنه بقول لا تتضمر رؤية اقتصادية الموازنة هي تعكس الأرقام لخطة طويلة الأجل جزء منها بسنة واحدة وكم نحن بحاجة إلى خطة خمسية وعشرية يعني هي الموازنة تعكس المالية العامة النفقات التي تقوم بها بإنفاق الحكومة ويجيز إلى مجلس نواب وتحصيل الإيرادات وليست هي دفتريا أنه أنا بدي أشوف كيف بدي أفرد ضرائب على عامة شعب وللأسف في عنا كتير مخارج وهلأ منحكي عنا عدم الالتزام الضريبي والتهرب الضريبي كيف بدي وهذه الفزلك جديد أنه مع كل موازنة في تعديلات ضريبية لا لازم يكون في توازي بالرؤية الاقتصادية أنا بدي كل قطاع مثلا قطاع السياحة قطاع السياحة الدينية قطاع الزراعة بالإبقاء قطاع مثلا زراعة الحشيشي بدي حط خطة كل وزارة وهي بدك وزارة بدك حكومة جديدة ما فيها حكومة اللي هلأ على المستوى السياسي ما فيها عم تشتغل تصريف أعمال وتحط خطة اقتصادية مع خطة نقدية كمان بدك تحط خطة نقدية خطة اقتصادية لتحفز رؤوس الأموال وجاذب رؤوس الأموال وهون فيه الترابط مع الخطة الضرائبية شو بك تقولي أنا شو بدي أحفز مش أنه مجلس النواب الـ 2001 بيشرع أنه نفتح بنوك الاستثمار ويعملها من الضرائب تحفيزات ضرائبية لسبع سنين ما تدفع ضريط الداخل لا أنا بيجي بقول بس الموظف الصغير بيدفع ضريط الداخل موسيطة بالمئة ألف دولار وبعطيها تحفيزات ضرائبية لا أنا بيجي بطوظيفات بيجي بطوظيفات بيجي بيعسل بس في إلا أنعكاسات ورؤية ضريبية وتعديلات أوانين ضريبية طويلة الأجل وأصيلة الأجل وأكيد جذب للاستثمار وتشتريلي على البناء التحدي فإذا كل هو بده ورشي مشروع متكامل مش دفتريا أنا بدي شوف كيف بدي زيد ضرائب وحط على كاهل المواطنة اجتماعيا وكيف أنا بدي سدد مصاريف في القطاع العام سيد محمد جباعي هل اليوم هالسرعة بإقرار الموازنة هدفها أنه تسيطر سيطر الحكومة المستقيلة على قرار الانفاق أكيد اليوم أنا ما بتطلع بالسرعة اللي عملت فيها رواضح كان فيه مخطط أنه هني بيعرفوا أنه اليوم البلد ما في رئيس جمهورية وبيعرف أنه المجلس النيابي صعب أنه يجتمع لحتى يشرع موازنة ما هني بزيتهم صعب يجتمع صح صح بس ولكن لأنه هني بيعرفوا هذا الشي اليوم حاول يحطوها قبل المهل الدستوري لقبل 39 لحتى يوصل على مجلس النيابي ونقال أنه أنتو بشهرين ما نقشتوها للموازنة أنا فيني قرب مرسوم ولكن غاب عن بال المشترع أو المخطط لهذا الأمر أنه إذا حكومة ما بدا تقر موازنة وفقا لمرسوم أيضا بدا موافقة المجلس النيابي أنه وفق لتعمل مرسوم لموازنة تصير قيد التنفيذ من دون قطع حساب ونحن نعرف اليوم نحن عملنا مرة واحدة قطع حساب بال2018 وما عاد صار لعنا قطع حساب أبدا اليوم أنا بدي قطع حساب بالـ 2022 لحتى ابني عليها موازنة 23 بالمناسبة والـ 24 وهو في أكتر شغل لخطرة بايد الموازنة عم يعملوا انفلاش ضريبي يعني عم يروحوا أفقيا بالضرائب بينما التارجد لازم يكون نحن كيف نرائب الهدر الضريبي أنا حضيكي أرام هلأ نحن عنا تهرب بالـ TVA بالحد الأدنى بنسبة 55% نحن عم نطلع بالسنة تقريبا مليار دلار من الـ TVA مصدر نطلع أكتر من 2 مليار يعني منجيب مليار دلار معنا بقولوا أنه الـ TVA أكتر وسيلة تحصيل ضرائب مضبوطة وين عم بتروح المليار الهدر؟ أكيد فيه هدر اليوم فيه هدر 55% بالحد الأدنى لأنه فيه شركات اليوم ما عم بتسجل بشكل صحيح وفيه عنا لأنه ما عمنا تقنيات ضريبية حقيقة وما عمنا شيء اسمه وزارة المالية والمؤسسات اللي عم تشغل على الضرائب حتى تكشف هذه الضريبة إذا عم تندفع أولا عم يكون فيه تهرب فيه ناس عم بتقول 65% أنا عمقول أتليست 55% يعني نحن نضرب بـ 2 بالحد الأدنى إنتاجنا الإراداتنا بموضوع الـ TVA بس فيه شيء أهم كمان موضوع الدولار الجمركي اليوم نسمع حطينا 3% و10% و5% وشيء على حماية للبيئة وشيء ضريب مباشر أوكي تصوري تحديك رقم نحن استوردنا بأكثر من 18 مليار دولار السنة الماضية حصلنا بس 148 مليون دولار دولار جمركي إذا بدي حسبنا أنا بس عن نسبة طبيعية اللي هي من 3 إلى 5% نحصلنا بحصلناها 900 تقريبا 900 مليون يعني مليار تاني فنحن عنا حوالي 600 وشوي أو 700 مليون دولار هو منهم بينين هل ال 148 كانوا بسبب سعر الصرف الغير متناسب إذا نحن عم نحكي لا مهني آخر شيء نحطوا على دولار 25 ألف في السنة الماضية ما لازم كانوا يحققوا يكون الفرق فقط 5% أو 7% عن السعر الصرف الطبيعي اللي هو برا بينما كان الفرق 700 مليون دولار بالحد الأدنى هيدا بقاقدش فيه تهر بجمركي إذا نحن اليوم أنا قبل ما نروح لحتى أفلش الدلائق وفقيا وأثر فيها على الكتعات العامة وأثر فيها على الشركات والمؤسسات بزيادة كلفة إنتاج خليني نروح أنا حصل أنا عندي إراداتي صح من الـ TVA ومن الجمرك وبعدها أنا كانت اقتراحة اقتراح ووصلتوا للمسؤولية ومن عمل فيه لتنبقوا تقضوا على التهرب الجمركي حطوا ضريبة فور على الاعتماد يعني مثلا أنا لما أحصل المبلغ بدي صورت فيه من برا خد منه ضريبة مباشرة عند الاستيراد ما تنتظر حتى أجيب له بضاعة من برا يفوضها ويفوضها بالتهريب وانت تتعرف أنها يفوضها بالتهريب للأسف ما هذا الشي ما صار فيه شغلة مهمة كمان وما حدا يحكي فيها بعد جهد جهيد نجح وزير الأشغال أنه يرفع الرسوم بالمملكة البحرية من 0.5% من قيمة الأرض المستأجرة لـ 0.8% أو 1% بينما بكل دول العالم تتراوح النسبة بين 5% و 15% أنا ما أقول 89 ألف بغض النظر بالمئة لنسبة قيمة الأرض زينت الأرض مليون دولار ما فيها أنا استأجرة بـ 5000 دولار يعني بالسنة بالحد الآن نريد أن يكون بـ 5% يعني 50 ألف وطلوع اليوم المشكلة الأساسية نحنا لما نحكي بالملف ما يفكرون أنها نستهدف حدا سياسيا علما أنه من كل الأطياف السياسية مستفادين من الملكة البحرية ينتبه من أكثر شمال لأكثر شنو 100% فبالتالي اليوم أقول لا خلوا الاستثمارات مون ما في مشكل بس تون عدل الرسم إذا أنا عم طلع 120 مليون دولار على 0.5% من الإيمة التأجرية يعني على 5% طلع مليار ومثان مليون دولار أنتو ضرب بعشرة يعني اليوم في أمبالغ عالي ممكن أن نطلع أكب بس ولكن خلصة الموازن إذا من عدل إذا من عدل بس الرسم هو ثلاث مواتي تكيون بجهولة 3 مليار 3 مليار دولار جهولة 3 مليار الأعمال يعني إذا أخذت مليار من التفاقة ومليار من الدولار الجمرجي ومليار من الأملاك البحرية قيمت الموازن 3.3 مليار انفاق كياتت الدولة وصار كل شي عم تعمله زيادة صار عندها فائد وبالعكس وبالعكس وجهنا صح وأسسنا لأسس مالية سليمي مستقبلا ورحمنا المواطن ودي بس علي عن نوع تحكيها الدكتور المشكلة أنا ما عم طالب أنا بعرف أن الموازن هدفها هي مالي بس لأنه بغياب الرؤية الاقتصادية بالبلد صار لازم الموازن تتضمن كمان نفقات استثمارية لنقلع مستقبلا نحن بالمرحلة اللي جي كان عندك تعليق على قصة التيفي آ والدولار الجمرج بالأرقام نعم التيفي آ أنا وقت كنت نائب بالألفين أربعة عشر للست عشر رئيس لجنة التدقيق بالآيم أف عطاني تقرير وهذا عم بحكيها لألمنم كي حكيتو مرة مع أستاذ مرسيل أستاذ ألابي فاني طلب من قم بلايينس يونيت واحدة التحقق من الآيم أف ايجو أعدوا عشرين ثلاثين يوم نتيجة السرية المصرفية شو عملوا هو المشلي بالتفقاء عنده الاستيراد أخدوا كل شي تحويلات من مصرف لبنان من كل القطاع المصرفي للاستيراد وشافوا التصاريح لكل الشركات اللي مسجلي بالبات اللي بيّن اللي بيّن هايدي مصيبة كبيرة من وقتها ما نعمل شي تبيّن بدراسة علمية كل القطاعات بين الأربعين والثمانة واربعين يلا صحح للدكتور هايدي دراسة مش دراسة بنك عم بيعملها رفلي حسب صندوق النقد الدولي وإجا يعني خمسين قول خمس اللي هني كيش فينهم مليون بالمئة معد عن ألعاب اللبنانية تحت الطاولة بس هايدي بيّن بدأة هامش هامش تخطأ فيها ما بيتعدى خمسين بالمئة يعني ما يقارب خمسة أربعين بالمئة خلينا نقول راوندين خفتي برسانت خمسين بالمئة خمسين بالمئة ما بيشاعة هاو دي تفئة وهيدي بالهيئات الاقتصادية مالا إجا وزير الصيني هاو دي وضع غير المتهربين بالأساس من لا لا هادي بعدين هادي عند الاستيراد دكتور هادي عند الاستيراد ما هو بتبين عند الاستيراد في المافية فبتوصل للخمسة وستين هاولنا خمسة وخمسين حد وصل هادي عند الاستيراد ما هي بيجي هامش ربح عليها كمان وكمان ضريبة الدخل عليها مش عم بيصر ليه ما حدا عم بيعمل شي لقلك بالأرقام بوقتها كان عندنا 2.2 مليارين فاصلتين مليار يعني على أقل بالألفين وخمسة عشر كان عندنا تهرب ضريبة مليار دولار هلأ ليش بتقليلي جوابا لأنه دكتور قال هايديك السنة ليش قليلي لأنه هايديك السنة كان عند الاستيراد عم بندفع على الألف وخمسة بآخر السنة أخدوا قرار انه يندفع عند الاستيراد على صيرفة وكان فيه تهرب ضريبة من الشركات يعني يعني الحكومة ووزارة المالية من شان هيك كانت تحصيل كتير قليل وما عم بندفع عند الاستيراد عم بندفع للمستهلك النهائي عندما بيصرح لما بيصرح التاجر ورب العمل والشركات أو لما بيشترح من شان هيك وكان كمان في عالي الصرف ما ننسى انه هايديك السنة كان باربعين ألف بس أنا بتتصلح الشغلة 143 البوجيت هي تسعين تريليون يعني ما يقارب المليار رجعت وأنحطت بالأربعة وعشرين على التباقاء أنا بيرأي العجز بالموزني طيب أيليك العجز بالموزني ما يقارب 400 450 450 450 مليون دولار. 450 مليون دولار ننبك تجيبها. هذه مع كل هالدرائب اللي حاطتها. وإذا جبت بالالتزام الضريبي إذا حققت هذه الإرادات. يمكن ما تحققتها. نصف مليار دولار من ننبك تجيبها. كلهم يعلمون. وهذه تقدر تجيبها من التزام بالتفئة ستنا. إذا من 2015 عم نقول في تهرب من التفئة بمليار دولار. وبال16 وبال17 وبال23 بعدنا عم نقول في تهرب بمليار دولار. لماذا أحد يعمل شيء؟ الحل بسيط. ومرة ستماش دياء معالي الوزيرة. وكمان بنا هذا المشروع الوزير الشئير. بس تقالص الحكومي. ما بده شيء. بده تعملي منصة إلكترونية للشراء. ما بده شيء. بلوكتشين عند الشراء. تعملي بلوكتشين وتوصل أي ألسية. أصلا التاجر بقانون التجارة ما عليه سرية مصرفية. أي تاجر إن كان شخص أو شركة شركة أموال أو شركة أشخاص بيفتح ألسية بيفتح اعتماد. أنت ما عم بيقول دكتر شباعة. دغري بيوصل. دغري بيوصل. داني وصل لا تفق أو لا شو. ما في يلعب لا بالإيمي ولا بالبي أوكيو ولا بشيء. ما بده شيء. يعني إذا المسؤولين. وهذا الدراسي موجود. إذا المسؤولين عاد فيه. ما عم بيعملوا شيء يعني إني مستخدين. بالضبط. أنا خليني جاء بيكون شخص. أنا هو كلامه ما اختلف أبدا عن كلامي. نعم. أنا أنا أقول على الاعتماد. بالضبط. أي طبعا. أنا أقول على الاعتماد. يعني أكيد نوم أنت بديك منصة. هذا شيء ما بيصير هيك. هذه المنصة بدي يكون في عندها تواصل مباشر. مع الشركات اللي جيبنا مننا بضاعة من برة. صحيح. ومننا نشوف الكمية اللي طلبت قبل ما تطلع من عند البلد مباشرة. وليش كانت ضريبة مباشرة على الطلب. لأنه بتمنع أنه تجيب بضاعة برة وتخليها برة. هذا بيمنع هذا الأمر وخليك تاخد ضريبة منه بشكل مباشر. واحد. اثنان. بالنسبة لموضوع بس حتى بدو وضح نقطة عشان ما تلتبس على المشاهد. أنا لما قلت أنه مئة وثمانة واربعين مليون دولار. هني لحد شهر تسعة الفان وثلاثة وعشرين. مع رفع الدولار الجملكي للخمسة وثمين ألف. إذا بدي أحسب بعد عندي ثلاثة شهور. فينوصل للميتان ميتان وخمسين مليون. إذا بعد عندي عجل سبعمائة وخمسين مليون دولار. يعني ما تتهرب بعضه موجود لأنه ما في ضبط. هلأ. اللي سألتيني أنت ليش ما عم يعملوا شيء. لأنه بكل بساطة. لأنه بكل بساطة. بلبنان مع كل أسف. الاقتصاد بخدبة رجالي السياسي بالبلد. وكل حدا عنده كرتال محدد. كل حدا عنده استفادة بمطرحة محددة دي. وأنا بش عمدتهم حدا عم بشمل الكل. وأنا ما عم فوت ديركت لي. عم بحكي بواقعي. اليوم في استفادة مشتركة بين قوى سياسية. وبين المستوردين. وهذا التهريب اللي عم بصير. عم بفوترو إنه فات على دولار جمركي. وما فات. وعم ينبع للمواطن على السعر الغالي. وعم بدفعوا الضريب للمواطن. وهني عم يستفيدوا بفرق ربح كتير عالي. لهيك ما عم بصير. نحن بحاجة اليوم ديما بنحكيها. صننا بحاجة لتغيير العقلية اللي عم بتدير البلد بالمؤسسات. ما عد فين يكفي أنا بالنمط اللي كان سيت. ما عد الأحزاب هني ذاتهم. كيف دك تغييرها العالية؟ ولو ولو ولو. للأسف الأحزاب هني ذاتهم. لأنه فيه انتخابات بالبلد عم تنتج هذه الأحزاب. لا أنا ولا أنت فينا نغير هذه الإرادة الشعبية. اليوم نحن عم نقوله بالبساطة. اليوم سنلازم نفصل أو نبعد شوي هذا الكونفلكت الكبير بين السياسي والاقتصاد. خيرا نبعدنا عن بعض شوي. ونعطي فرصة أكبر لبلدنا نفكر بنواطية مختلفة. لحتى نوضع نطلع وفيش ما في أسهل من الخروج من الأزمة بالربنان. لأنه البنان بحجم السبكينة. وبوضع الدموغرافي. وبالأموال اللي عم تفتلوا من بره من المقتربين. وبقوة الأهياءات الاقتصادية اللي أنا بوجهها لتحيي دايما عم تعطي إنتاجية بالبلد. وعم تشتغل وعم تتعب لو حتى تتحسن. هذا الأمر ممكن نطلع منه نحن بسهولة على شرط بس شوية فصل بين السياسة والاقتصاد. هلأدي الأمور سهلة؟ هلأدي أنهم صعبين على الناس. خلينا نخبر هالناسي اللي انتخبوا نفس السلطة السياسية سيد إلي. شو عم بيدمروا لهم هالسياسيين اللي انتخبوهن من ضرائب مباشرة على رواتبهم على إيراداتهم. وإذا كان صاحب عمل صار له عشرين سنة عم بيكافح لحتى يفتح مؤسسة. شو رح يصير فيه بموازنة 2024؟ ضريبة الدخل على الأرباح كشركات ما تأثرت بعدها 17%. لكن الأخطر على القطاع الخاص هو أسس تحديد الضرائب على الرواتب والأجور. الرواتب والأجور تعرف في القطاع الخاص لدينا ديناميك. يعني عمل خلال سنتين نقلة نوعية. يوصل لو نزل نسبة من إيراده عشر عشرين ثلاثين في منهم خمسين. بس رجع عمل مثل ما بيقولوا ركلة وضعه صارت إيراداته كلها بالدولار. إذا عم بيستورد أو إذا عم بيصدر أو عم بيشتغل بالبلد. وبالتالي ليحافظ على رأس المال البشري اللي هو كتير مهم. ما فيك أنت اليوم نحن شركة الدقيق واستشارات إذا ما بتدفعينهم بالدولار حقه قد ما كان قبل ما كان يقبل بيترك البلد. وبالتالي صارت عم بتقبد بفراش دولار بين الخمسين ووصلت شركات للمئة بالمئة. أنا إذا بدي قول يدفع ضريبة عليها كأنه موظف على التسعين ألف أو تسعة وثمانين ألف. بس المشد الأكبر كمان أنه بالضمان. أنا اليوم بهذا القانون شو قالين؟ أربعين بالمئة بتكون بيكتبرة خاضعة بيضربة بتسعة وثمانين ألف. يعني كأنه الدولار اللي عم بيقبضوا على الخمسة وثلاثين ألف. هلأ عم بيصرح عليه رب العمل للمالية بيدفع ضريبة. بيقطع من الموظف على الخمسة عشر ألف. كأنه الألف دولار خمسة عشر مليون. هلأ الألف دولار كأنه خمسة وثلاثين مليون. طيب أكي بديك تأخذ ضريبة. بس كمان في إلها أنعكاس بتعويضات نهاية الخدمة. وكلنا بنعرف أن الشركات بدي تعمل احتياطيات بمفعول رجعي بصرح. أنا كمان هذه بدي دراسي. ما فيه إجي أعمل. يمكن أعملها على فترات أو أفتح صندوق. ما فيه. هيدا تأثير كثير مهم على الشركات. هذا على المؤسسات. إذا الأرباح إذن لم تتأثر بعدها 17 مئة. الأرباح لم تتأثر 17 مئة. اليوم الضرائب المستحقة. بس فيه رسوم كثير. فيه رسوم قضائية تصوري. تصوري. تاجر بده يفتح حلق. إذا محل بده يتفع رسم 100 مليون. الشركة بده يتأسسي شركة مساهمة 500 مليون. تصوري إذا بدك تأسسي شركة. تفعي رسم قضائي 500 مليون. 6 أليف مايقارد 500 مليون. أنا في رأيي المضحك المبكي بهذه الأساس. الضرائب عم يتحدث عنها. أكيد رأي مضبوطة. أتخيل معي إنه إذا أنا موظف في الكتاع الخاص. الشطور الضريبية علي حسب حتى الموازنة. ببلش من 2% وبتوصل للـ 25%. بينما إذا أنا عندي شركة. ببلش من 10% بوصل للـ 17%. يعني بمعنى آخر. إذا أنا موظف بقبض 2000 دولار. بطلع علي ضريبة 25% للدولة. يعني بدي تدفع 500 دولار منه للدولة. دريبة. إذا بتقبض 2000 دولار. 2000 دولار بطلع. ببلش يقول يدفع 25%. بينما إذا الشركة بتطلع 1000 دولار تدفع أقل. يعني تصور المشترى اللي عمل القانون. بعد ما صايرت بلد بالعالم أبدا. إنه بيأخذوا ضريبة. ما فيها مشل فيه وضع. إيه بس خلينا نكمل. بدي أخذوا ضريبة للموظف. مثل الشركة أو أكتر بشوي. هون المشكلة الأساسية. نحن مش إنه مع عدم فرض الضرائب. وأكيد الدولة لازم تفرض ضرائب. بس بالمقابل شو عم بتقدم له الناس. فرضت عليها ضريبة. إذا أنت فرضت علي هذه الضريبة. لم أمن لي طبابي. ولم أمن لي تعليم. ولا في كهرباء بتجي. ولا في عندي منا تحتية. ولا في عندي أي خدمة بتقدمها أي دولة. إنت ليه بك تأخذ مني كلها لكملها من الضرائب. حتى تحسن موازنتك. بينما إنت بعدك بحكي قبل شوي. عندك تهرب ضريبة. تهريب على الحدود. تهريب على المرفأ. تهرب من الكيمة المضافة. عندك أملاك بحرية. عندك أملاك قادر تجيب منه أموال. ليش عم تلحق المواطن. تضغب منه هالضريب العالي. وبنفس الوقت أنت ما عم تقدم له شيء. هيدا واحد. اثنين. موظف الكتاع العام اليوم بالبلد. هدى رائب كلها. وبعده ما استفاب من شيء. لهلع عم بفكر كان دولة الرئيس مئاتي. يرسل مرسوم لمجلس الخدمة المدنية. شو؟ بالنسبة للموضوع السر راتب. إنت اليوم إذا أنا معاشي خمس مليون ليرة. هني أعطوني أضعاف. سراب بعشرين. عشرين مليون اللي هني أصلا ماشي. ميتان دولار. ولكن بتعويض نهاية الخدمة. بين حسب عساس الخمس مليون ليرة بعده. يعني بعد اليوم الموظف. لو عم ياخد هذه الزيادات. شو عم يسموها؟ عم يسموها حوافز. يعني بنفس الوقت. كل شغله بعد عشرين سنة أو ثلاثين سنة. ما هيستفيد منه بشيء بالتعويض نهاية الخدمة. هل يعقل؟ هل يعقل؟ بس لكمل عفوا هذه النقطة. هون بأكد قديش في خلل بالتوازن المالي الموجود بالموازنة. أنا مش عم بحكي بس لأحكي. نحنا بنهاي بنها حلول. عم نحاول نلفت نظره بالمناسبة نجلة المال والموازنة. برئاسة الدكتور كرعان. اعترضت عايدة الموضوع. قصة الشطور الضريبية وعمتنينشة بقوة. لأنه فعلا تعمل خلل كبير بالتحصيل الضريبة. هل يعقل أن شخص موظف متوسط يعني ألفين دولار يوم ببلد تدخم فيه كان ميتين بالمئة بسنة. إذا شخص متعلم ومتوسط راتب هو ألفين. مش عم نحكي راتب عشرين ألف وثلاثين ألف. هل يعقل أن يدفع خمسمائة ألف لوزارة مال لدولة ما بتقدم له شيء؟ لكن لوضح شغلي قال الدكتور أنه بين الشركات الأنوان تدفع على الأرباح سبعة عشر بالمئة بطريقة الدخل. والموظف يدفع على الوصل. خمسة وعشرين بالمئة. لكن يصير في التوزيع لأنه أنا لم أقبض كمساهم لكي الشركة كمنشأة تدفع على أرباحها. أنا عمول بس لعب لغ ألفين دولار حصل. أنا عمول إذا تساوي بالألغام. بس إيش عن الدكتور بس توزع لي بكل دول العالم بس توزع لي بطفع عشر بالمئة. بتصير الضريبة على أرباح الشركة على أرباحها وتوزيعاتها خمسة عشر فاصل ثلاثة. بس هل يعقل أن الموظف يقبض ألفين دولار؟ يدفع مثل الشركة طويلة عدة؟ لا يعقل أيضا في مشلة الضمان لأنه أنا في شركات عند موظفين تصوري. كمان حقه الموظف كمان ما يقبض تعويضه وبعده هلا يقبض تعويضه على الخمسة عشر ألف. كأنه الدولار على الخمسة عشر ألف. إذا يقبضوا على الخمسة وثلاثين بدي يشوف شو تداعيته على الشركات. بدي تأخذ مقونات ويمكن فيه شركات تتأفلس. تب اللي طلع من الشركة بترجع تدفع الشركة عنه؟ لا اللي طلع طلع ما في مقواني بمفعول راجعي. يعني من هلا بدي يكتبالش الطبي. ستنا. الضريبة للأسف اللي عم بتنحط بكل موازنة صلنا على أقله عشر سنين. كل موازنة عم تنعمل عم تنحط ضريبة كيف بدي يحط ضريبة لجيب منه؟ ما عم بيعملوا؟ شو إنعكاسة على تضخم الأسعار؟ شو إنعكاسة على الاقتصار؟ على معيشة المواطن؟ وبحرات بيحب يزيد الضريبة. مش إزاد الضريبة يعني المبلغ المحصل. الهدف الأول لأي حكومة لأي دولة هي رفاهية شعوبة. هذا الهدف يلي كل الدول بالعالم تعمل لتحقيقه رفاهية شعوبة. اليوم الدولة اللبنانية تعمل لدبح شعبة، لدفع شعبة إلى الفقر، لتهجير شعبة، لقذفهم خارج لبنان يعني. يعني ما معقول واحد يشتغل ويدفع ١٠٠٠ مليون دولار العجز. حل بسيط بدون شهرين ثلاثة بتمشي بهذه المكننة، بطلقت التهرب الطريبة تفئة على أقل ٧٥٠ مليون دولار. بيجي الجمرو، بيجي الجمرو، وأنا مع الملاك البحرية، ما فيك يتحطي ضريق ديين كمانا، أنا بدأت تشغل، أكيد بشتران عكام بحضرته، بس أنا أكيد للعجز الأكثر منيك بدرب ٢٣. هننا عم بحطوا أرقام تصورية، وكلنا منارف وقت التحصيل، عم بيكون فيه تهرب أصلاً على هن حاطينهم، واليوم أصلاً أهم دول العالم بتحصل ٧٠٠٠٠ من موازناتها من ضريبة، هذا أفضل تحصيلي، أنا ما فيني يمشي على الرقام، ما فيني يمشي على الرقام اللي حطينه على ورقة، إنه بس هل قد العجز، الأكيد لا، العجز يفوق المليار دولار بالحد الأدنى إذا مش أكثر، واحد، بس أنا هون بدي لكز عن نقطة، إذا تسمحي لي، بموضوع النقدة، تأثير النقدة للموازنة، خلينا نحكي عن التأثير النقدة للموازنة، وهل ستمر هذه الموازنة، ولكن بعد الفاصل القصير، خليكم معنا بنحكي كمان عن التعميم الأخير، يلي أصدروا النائب الأول أو الحاكم بالإنابة عن أموال المدعين، وحقية أنه يستفيدوا أيضا من هذه الأموال دون هركات، ولكن بعد الفاصل، خليكم معنا. نعود إلى هذا الحوار المباشر مشاهدي ألم تيفي عبر بيروت اليوم، قبل أو خلال هذا الفاصل، كنا نحكي أهمية أنه يعرف المواطن، بدي أرجع للمبدأ، أنه أنت انتخبتم، وهن رح يعملوا فيه كيك، الموازنة، الشركات فهمنا إنعكاس المقترحات بموازنة 2024، على مدى تأثير هذه الشركات، وطبعا الشركات يعني توظيف حركة اقتصادية بالبلد، ولكن المواطن، العيال، هالمواطن اللي عم يشتغل، إن كان بالقطاع العام، إن كان بالقطاع الخاص، كيف ستطالوا الضريبة بحسب شطوره؟ خلينا نبدأ بالخمسمائة دولار. أول شيء، نبدأ بالتفئة، سي 12% زيادة واحد بالمية، يعني ما يقارب 10%، يعني عندك زيادة بالأسعار على السعر البيعي، واحد بالمية، زيادة مية بالمية، بنحكي عن موضوع النقد لأنه مهم، بنحكي عن تأثيرات، يعني هذي 10% التفئة زيادة، راح 10% من قيمته الشرائية بمجرد ما زادوا التفئة إلى 12%، مليون بالمية، رواتب الأجور كان عم بيصرح عنا رب العمل على أساس سعر صيرفها، خمسة عشر ألف، هلأ اللي حتصير ما يقارب خمسة وثلاثين ألف، يعني اللي حيدفع على أقل مرتين زيادة ضريبة الدخل، يعني اللي كان يدفع خمسة بديو يدفع عشرة، اللي كان يدفع خمسين دولار بالشهر صار بديو يدفع مية وخمسين، يعني اللي كان يدفع 14% راح ينطى على الـ 25%، ينطى على البركة العالي، على الـ 25% دائم، يعني اللي عم بطالة الموظف بالتطاعة الخاص، وعم بطال رب العمل متل ما حكينا، لأنه رب العمل بيقتطاعها منو، هذا دفل، بس عم بتطالو بتعويضات نهاية الخدمة هلأ تعويضات نهاية الخدمة مثل ما حكينا مسلاح زي وحدين حقه لموظف كمان بس لازم تعمليها بشكل لازم يكشف نتيرها لازم يكشف نتيرها دراسة لازم يكشف نتيرها لازم يكشف نتيرها وقعية وقعية يعني بالنسبة لدرائب بالنسبة لدرائب لموظفين كل اللي عم بيحضرنا إذا قررت موازنة لـ 2024 كل شي كنت عم تدفعه نضرب باثنين بس كمان في شغلة مهمة علما انه كل اللي بيعرفها كمان بتحكيها صح الدرايب زادد وصح التضخم اليوم انتبه فيه عندنا اتنين نوع من التضخم بدي بيينه للناس في تضخم اللي بقولوا عنه 225 و 252 بالمية هيدا بسبب انهيار سعر الصرف هيدا اسمه تضخم وهمي ليش بسبب انهيار سعر الصرف شو بوصب بوهمي لانه نهارة الليرة نهار مع السعر بس في تضخم أخطر بالبلد اليوم بفعل الدولرة اللي صارت لانا مني ضده بمكان معين لانه بقري عن كاسات الدولرة اللي صارت وعدم رقابة الاسعار بشكل حقيقي رح تيكي رقم نحن ارتفع عنا تضخم بين 35 و 400 بالمية هيدا ريل انفليشن يعني تضخم حقيقي يوم انت اسعار عما كانت ب2019 واليوم رجعت تزيد اكتر يعني اللي كنت تدفع حقه دولار يعني هو الدولار الامريكي ستدفع حقه دولار ونص دولار ونص دولار مية بالمية هيدا هيدا امر شو عم يعمل اسعار عم بتزيد بس في تضخم كمان عالمي يعني انت تشتري بي نص دولار انا ما عملون بس انا عملك بدي اوصل لنتيجة بس عفوا انا بدي اوصل لنتيجة هل تضخم عم بزيد كل هذه الدرابة عم نفروضها على المواطن بس بنفس الوقت رواتب الموظفين بالقطاع الخاص ماكسيموم مستل لخمسين بالمية متوسط اليوم اللي كان ياخد قبل الازمة 3000 دولار هلأ ماكسيم عم ياخد 1500 دولار خد تكون شففين الا ببعض الحالات الاستثارية المادرة هيدا ماكسيموم حتى انا عملك هلا بسان بالتعليم بالاديوكيشن اللي عم بيعلموا بالجماعات او بالمدارس الخاصة بيعرفوا شو عم بحكي نزل 80 بالمية الراتب عما كان عليها فبالتالي احسى كطاع عن يعطي 50 بالمية عما كان الازمة طب اذا انا اليوم رابي تحسن ماكسيموم لحد الـ 50 بالمية انا كيف تتفاضى رائب يوم هيدا تطلب اتنان وثلاثة واربتوصل لـ 25 بالمية عشرة طول الضربية وكيف انا بدي اتحمل ضروري نزيد دون تقديمات متل ما قالت دون تقديمات بيدفعوا 35 بالمية حبيب الفرنسة بتعلموا بلايش لموظف معشاندوا تقدي طبابة دون تقديمات ودون تقديمات الأصعب دون اي رؤية للدولة عم تاخد مننا المصاري ما حدا عارف اي عم تخدهم وانا عم تستعملهم شغلة تانية مهمة جدا اليوم حتى كمان نعمل نحن بلانس نحن اليوم اكيد اليوم الاقتصاد هو بدي يكون مبني على الشركات وعلى المؤسسات وهذه التي تشتغل اكتر وكلفة انتاجها تقوم منطقية لتعمل قدرة تنافسية وصرب مرحلة تنافسية مع شركات اخرى بل كانت بالمنطقة وبغيرها بس كمان في عندنا عنصر اساسي هو الممرض البشري بعيدة لمؤسسات أنا كمان ما فيني اليوم اليوم الغلل اللي بوصله للبلد وأنا بعدنا عم بعطيلة واتب هلقدي محدودة اليوم معلش شو موظف في الكتاع العام بعده ريبه لهلأ 150 و 200 دولار والحد الأدنى للمعيشة اليوم وحساباتنا هو 700 دولار نعم بما أناك فتحت سبع الكتاع العام اخر ارقام بتقول انه اليوم الموظفين بالكتاع العام تقريبا 330 ألف موظف القوى العاملة بلبنان تقريبا مليون و 200 ألف أو مليون و 100 ألف يعني انت عم تحكي اليوم عندك 30 بالمية من القوى العاملة موظفة بالكتاع العام ما زلنا ضمن نفس التضخم الغير مقبول والغير مسبوق بالمقارنة مع ماذا عن إعادة هيكلة الكتاع أنا حسنون رويتبون بس عيدوا هيكلة الكتاع أنا أكتر حدا اليوم طالبت باللقاء مع رئيس مياتي وبعدة لقاءات أخرى مع الناس التي تشتغل بعيداً من الجل نحن ما إعادت لهيكلة الكتاع العام أكيد ولكن اليوم ولكن أي بس كنا نهدأ بيش تحت عنوان أنه أنا بدي عمل إعادة هيكلة أظلم اللي عم يشتغل كمان اليوم في شيء اسمه رقابة وبس بدت دولة متى ما الحالة ما بتعرف بس بدت تعرف من الموظف بروحها شغله من الموظف الوهم بس بدت تعرف ما هو الوهم المتعوب بس شو اللي عم بصير شو اللي عم بصير عفوا بس شو اللي عم بصير تحت حجة أنه نحن عندنا هالتدخم بالورم الوظيفة نحن عم نزمه من ناس لأ عم تشتغل وعم تتعب وعم تروح على الشغلة بعدان في علاقة مترابطة بين دولة وموظفينا اليوم لموظف إذا كان عم يشتغل عن جد وعنده انتاجية وعنده تمهي بشغله ها بجيب لي إرادات هذا ضده ما هيدا بعتمد ما هيدا بحصل لي يا أسخيزي بس خينيكمل بس هيدا بحصل لي إرادات أنا ريحته بمطرح معين هو رح ينتج أكتر رح يأتيني إرادات أعلى للدولة اللبنانية المشكلة اللي أنا بده أصلها أنه نحن اليوم دائماً عم نفكر بطريقة كيف نستغل الناس بش كيف نريح الناس يعني اليوم إذا أنا بعد كتعملك قبل شوي أنه إذا عائلة عند ولدان مثلا وبيوا أمهم إذا بدون يعيشوا حياة عادية بدون 700 دولار بالشهر كيف وحد معاشوا 200 دولار كيف بدوا يعيش فبالتالي في مشكلة بالتضخم اليوم عندك المدارس صارت على الدولار الإنترنت على الدولار الشتراك الكهرباء على الدولار البنزين على الدولار كل شيء على الدولار فبالتالي اليوم مبلغ 200 دولار هو مبلغ كتير زيد أي نعم أنا كنت من المعترضين على الزيادة اللي صارت بسيزة الرتب والرواتب لأنه كانت كتير مضخمة بس لشتدرجة نعمل كانت أساس بإنهيار بس لشتدرجة نعمل له خسف للريتب بهذه الدرجة فبالتالي نحن بعاش مثل ما قال الدكتور منطق سليم دي إعادة الدراسة إعادة هيكلي منطق سليم ولكن ما بيجوز اليوم أنا موظف بعدنا عم بعطي مئة وخمسين وخمسين ترىقتك لتضخم القطاع العام بها السياق نعم نعرف أنه وقت الزيادات السيزة الرتب والرواتب من 2017-18 قدش كان إلى مفعول سلبي وهذا أول مصمار بنعش المالية العامة بنعش الانهيار هذا بنعش المالية العامة وقلنا أنه اليوم سيعتوكم بإيد ويأخذوا من إيد تانية وبعده شو صار قالوا بدنا نعمل هيكلية وظيفية بدنا نعمل توصيف وظيفة بدنا نعمل مسح نشوف من المنتج من المنتج قبل ما أعطي أنا زودية قالوا لا أمنواقف توظيف اللي أخدوا أرار توظيف وظفهما يقارب 15 ألف أنا أكتر بدي روح من هيك إذا بده يصير هلأ أي زودية وفي كتير من موظفي قطاع الحرام العام حرام مغبونين ولازم ينعمل أنا برأي بينعمل مكتب متخصص لجنة طويلة علينا بدنا أرار سياسي بدنا أرار سياسي نحنا بذلك نعمل من دقاء إلى بالتلاتة وتسعين كإنترناشنال أودت فورم رحنا على برمنع كل المراكز بالكهرباء بتسدق 60-70% موظفين وهميين ما عم بيجوا هيدا للمسايفة وبالتالي بدأ أرار سياسي تعملي تصرف مسح وظيفة وأكتر من هيك للأسف بدأ أربطها بدأ أربطها برسم بدل خدمات سريعة وطارية أكتر من هيك بدأ تروحي على رؤية جديدة على حوكمة على بلاتفورم نحنا إذا بتعملي مكننة وبتعملي خدمات إلكترونية وسريعة وونلاين بتتخلي عن جزء كبير من موظفين بقطاع العام وبتاخده على القطاع الخاص نحنا نحنا لا بدنا نتخلى عن هالموظفين بدنا لن يشتغل استفاد 20 سنة بكفة بكفة ومحل ما في شغور وعم بيأثر على إرادات الدولة شيلوا من الفائط خطوا من الشغور نحن لسنا ضد موظفي القطاع العام نحن نريد دولة رشيقة دولة فاعلة دولة منتجة حق من رشيدة كمان بالدولة لأنه عم تاخد إرادات من يمتلك القرار السياسي بعد عنا 12 دقيقة من يمتلك القرار السياسي ما أنت عم بيقول أنه اليوم بده قرار السياسي بالنسبة لقطاع من يمتلك القرار السياسي بالبلد اليوم مئاته كل القوى السياسية مين يعني عدل إياههم بس بدك تحمل مين المشارك بالحكومات من يمتلك اليوم بالقرارات من يمتلك اليوم لا حسنا صح من يمتلك اليوم دكتور شباعي بس بدأ مفصل بين سلطة التمريزية والتشريعية برأيك من يمتلك اليوم على أبواب إقرار موازنة في 2024 القرار السياسي بالبلد القوى السياسية اليوم اللي هي عندها كتلة نيابية وزنة المجلس النيابي كلها تملك القرار وما حدا فيه ما فيه يملك القرار كله بيأثر وكله وشفنا اليوم رئيس جمهورية ما قدرين ننتخب لأنه فيه بالبلد انكسام لهذه الدرجة وكل قادر يأثر فإذا حدا بدي يأثر بيأثر وإذا بدي عطل بيعطل وبدي يحل بحل عشان لقاتهم فريع حساب فريع هين طلاب مننا كلها لاجم نيوثل نرزع مويفاء أنا لا في نسب الحكومة هي بتحط الخطط ترسم الخطط السياسات السياسات بتتقدم بمشاريع قوانين سوري عفوا عفوا خليني كمير دكتور خليني كمير ضمن الفصل الصلاحية الحكومة هي بتحط الخطط إذا بدأ إطار قانوني تتقدم بمشاريع قوانين هونيكي المجلس نواب يتحمل مسؤوليته وبمرسيم تطبيقية وبعدين بقرارات من الوزراء فإذا المسؤولية الكبرى هي على الأحزاب المشاركة بالسلطة التنفيذية بالحكومة والتشريعية بالتشريعية بس أنا بالتشريعية شو بدي أعمله أنا إذا مجلس نواب يعني أنت عندك القرار قرار السياسي عندك مجلس نواب ثم مجلس وزراء الكتل المتمثلة عن دكتور عند استاذ ألي القوى المتمثلة مجلس وزراء لا لا أريد أن أضح بس أنا أريد أن أريد أن أريد بس كمان بس كمان بدي ما فينا نسوي كل العالم مثل بعضها لا بس أي حزاب البلد اليوم متمثل بالمجلس النيابي هو اليوم قادر يوعد الموازنة قادر يوعد القرار قادر يقدم رأيه إذا أدروا اجتمع إذا أدروا اجتمع أكيد شغلي أن المشترى اللي عم يعمل قانون الموازنة ساعة بيخاطبني بلغة سعر سيرفة ساعة بيخاطبني بلغة السعر الصرف الرسمي وساعة بيخاطبني بلغة السعر يحدده مصري في لبنان هذا أمر اليوم خطير جدا هذا الأمر عم يخدني لخطة موجودة براسه أن يحط الإرادات على سعر والنفقات على سعر تاني يعني بيغب مني إرادات على الخمسة وتمينين وبدي يعطيني ربع على الخمسة عشر على خمسة عشر ألف أو بدي يعطيني يعني الدولة تيخد من المواطن على خمسة وثمين ألف افترضنا وبدي يعطي ربع على خمسة وثمين إذا ما فيه عدالي اتنين اليوم فيه فرثة ذهبية حتى نحنا نعن تبت سعر موحب بالموازنة ليش نحنا من شهر ثلاثة لليوم الدولار مستقر صار ما تقريبا سبعة وثمانة شهور الدولار مستقر ليه لأنه مصر في لدنان وقتها بشهر ثلاثة لما إجد تعميم الأخير قدر يسحب الكتلة النقدية من ثلاثة وثمانين تريليون ليرة ثلاثة وثمين ألف مليار لحدود ثمانة وخمسين ألف مليار هذا السحب الكتلة النقدية بالليرة مع قدرة الدولة اللدنية على التحصيل أعلى كانت تحصل ثلاثة ألفين مليار بالشهر صارت تحصل 15 ألف مليار هذا شو سيهم بسحب الكتلة النقدية شو صار سنعندي استقرار نقدي مع التعميم مئة وثمانة وخمسين لكننا دايما نحن نأكد على أهميته كان يدخ دولار لمئة وثمين ألف شخص بيخدم المصارف مع التعميم مئة وستين اللي بقي كمان سين ونص يعطي دولار للناس شو صار فيه سنفعلنا دولار متوفر بالسوق مع سحب الكتلة النقدية عملنا استقرار نقدية هذا الاستقرار النقدية إيجا يكمل الدكتور المنصوري بعد شهر ثمانة وصلنا لمرحلة اليوم دولار لمستقر إذن فرصة ذهبية بعد مصار من بداية الأزمة إلى هلأ إنه بقينا ثمانة شهور أو تسعة شهور بدولار مستقر طالما إحنا بدولار مستقر لازم الدولة توحد سعر الصرف بعد بتوحد سعر الصرف منحكي ساعتها بحلول جذرية بالبلد سواء كان بالموازنة سواء كان باللولار اللي خلق عم تسأليني عنه اليوم بشهر بـ 12-2022 اجتمع المجلس المركزي برأس الدكتور يات سلامي وحضوره النواة والأربعة لنواة والأربعة هلأ وصوتوا بالإجماع على إلغاء التعميم 151 ورابط سعر هذا التعميم بالدولار الرسمي يعني نحن ناخد هلأ على 15 ألف لأنه دولار الرسمي 15 ألف لا لازم تعمل الدولة دولارة على الخمسة وثمين ألف يعني حكماً بصير للرع عداش على الخمسة وثمين ألف مع كابتال كنترول محدد ونسبة لمت للسحبات وهي المشكلة دائماً ليست في لا الخطط ولا المشاريع ولا الحلول بالتحديد لحدد سيد جاسي في هرطاءات بالموازنة يعني سعر الصرف اللي على رواتب الأجور إذا عم بتفعله بعمله على الأربعين بالمئة على الأربعين بالمئة سايرف ملنين 35 ألف حتى حدد بعض الضرائب بالدولار الجمالي كالك بدي حصلها بالدولار شو هالساب أوكي إله حق القطاعات العامة اللي بيملكها هو مثل كازينو لبنان وغيرها وغيرها ياخد أنصبة أرباحه منه والجزء منه بالدولار حتى إذا خدمي لغير مقيم أنا إذا غير مقيم مستشار عندي يعني بتفعله بالدولار بقسم حس على المادي 41 7.5% بدي اتفعله هي بالدولار يعني تصوري كلمال شو أنت فزعان كمشرع أو كوزارة مالية أنه ما يعلى سعر الصرف بدك إياها بالدولار عم بتشرع بالدولار لا اشتغل مع سياسي نائدية وسياسي واضحة لنعمل استقرار أحوي هلأ صدر وآخر الشي وهذه مصلحة وطنية ما فينا كل شي ندفعه بالدولار حتى نتعود الضرائب بدي التعميم الأخير يلي صدر الأسبوع الماضي صدر هالتعميم تاني يوم بيزنس أز يجول ما هي حقوق بدي تشرحل للناس بالخمس داية شو بدّ الطالب وين حقه لتروح الطالب فيه وكيف هذا التعميم هو تعديل وسيط على التعميم 158 نعم ينص حسر للأشخاص اللي كان عندهم حساب فريش دولار قبل 17-20 هن نفسهم هن هود الأشخاص رحوا يحولون هذا الحساب من بنك لبنك تاني باسمهم هن نعم ما كانوا مشمولين بالـ 158 عم بعتبرون أن فتحوا حساب بعد 17-20 بينما حقهم الطبيعي والآنوني هن أشخاص عندهم دولار قبل 17-20 إجهل مصر فردنان اليوم قال بالمنطقة الطبيعي هو دي حق لهم الاستفادة حصلا من تعميم 158 هل هذا المشروع أكيد رح يمشي لأنه تطلع عن تعميم مصر فردنان اليوم أنا بمعلوماتي في نيقاش بين مصر فردنان وجمعية المصارف طلب منهم يعملوا إحصاءات كل مصرف يعمل إحصاء من بعد ما طلع التعميم يعملوا إحصاء لكل حدا عنده استفادة فيه لحتى يستفيدوا منه بعدها ما تنسي مصر فردنان اليوم يبي يدفعوا نص المبلغ يبي يحصل عليه هيدا المودع واثنان نحن عنا 9.1 صار الإحتياط الإلزامي يعني صار فيه مصاري زيادة بمصر فردنان قادر مصر فردنان أنه عكمية الهود الموجودين يعطيوني زيادة بس في ناس فهمت غلط شو فكرت فكرت كل واحد اليوم معهو دولار بعد 17-20 لا هو ما بيقدر هيدا بعضهم مرتبة بالتعليم القديم لكن هي تحديداً الأموال يلي تحولت من حسابات كانت موجودة بالدولار قبل 17-20 يعني الناس اللي قصمت يلي كان عندها مثلاً مبلغ كبير وقصمتوا على سات مصار على غير مصار بس باسمي بس باسم مرتو باسم إذا أنا كنت ببانك إيكس ورحت عبانك حولت شقفة من أو جزء من وديعتي إلى مصرف إيجراج كيف الإمكانية أني أنا أستحصل على 300 دولار إذا أنا اليوم حول جزء من وديعتي ما أنا رجعاً بستفيد من 300 دولار ما عم بستفيد لأنه اللي صار بالمصار لا 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 تبديها مجمع رح قلت لك أنا موديعة رح قلت لك بأجو قالولي أنا كنت أقبض تشكيت على شغلي باللولار يحولولي باللولار إجو سحبولي اللولار من الوديعة يلي كانت عندي قبل 17-20 واللي هي ناتجة عن عملي وقلولي أنت ما تستحق يعني إذا كان عندي وديعة ب10,000 عطيوني 2000 دولار وقلولي رح يلعب قدام بيدي لا لا تبدي عفو اليوم 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 إذا كان عندي 10,000 إذا أنا كم معي 10,000 وحولت خمسة بعد 17-20 كيف بقدر أحصل على 300 دولار تلقائياً من أي مصرف بيرجع الخمسة لا لحسابك الأساسي يعني أنا بدي روح على المصرف إجراج مكمل للراضي حل أنا إذا رديت الخمسة رح يرجع يعمل لي هيدا الحسبة أنه أنت كنت أبطي باللولار أو حطيتي تشكل باللولار وبالتالي لا تستطيع ملزم المصرف التالي يعمل أكيري ملزم يعمل أكيري ملزم بس واضحة لا أصلا بدي شيء يعمل أصلا بوضوح كل حدا نعم جاب دولار على البنك بعد 17-20 مبين يعني إذا أنا كم معي افترضنا 10,000 دولار بحسابي نعم وجي دخلت علىهم خمسة لاف بعد 17-20 هؤل خمسة لاف حكماً أنت حقين على 158 مية بالمية لكن لكل دولار كان إلي أنا حطوا قبل 17-20 قد ما كان قادر استفيد منه هيدا واحد اثنان بس أنا بدي كون حولت لا إلي أنا بشتحسب حدا تاني يوم في الناس كمان فيهم تعميم برر إذا أنت عندك حساب وحولته لأبنك أو لابنتك أو لحدا أنت غير مشمول بمية وفنة وخمسين علماً أنت لقى الحق أنا برأيي بالمية وثمانة وخمسين لأن مصرياتك أصلاً فريد دولار وفيه كمان وعم يشتغل عليها من كبلة أيضاً بس إذا كنت أنا مستفيدة اليوم من مصرف إيكس بالمية وثمانة وخمسين لا أستطيع أن أستفيد من مصرف مصرف واحد فقط مصرف واحد برد من العين دير حتى أستفيد منه يرجع لكن يروحوا على المصرف يلي أصم مصرياته من بعد 17-20 وهني كانوا دولارات حقيقية بيروح على المصرف بيطلب من المصرف أن يردون على المصرف الأساسي وبالتالي بيستحق ياخد 300 دولار من هذه الأموال كلمة أخيرة تفضل على الدرائب هناك كثير درائب ما حكينا عنا بالطالب المواطن شغلتين كثير مهمين ركزت على الشركات لا على الأشخاص طبع عنا وقت شوف تقول كلمة أخيرة كلمة أخيرة بدنا نقوله أنه ما لازم لازم أول شي التزام الضريبة عدم تهيد أهم شي على أقل من سد العجز إذا بدنا وما نروحها جايبة المواطن بعدين ما نفزع من أنا سماعت كثير أنه قانون ضريبة الدخل الموحدة قانون ضريبة الدخل الموحدة بس يكون عندك سلطة ضريبية واستقرار ضريبة ومالي ونقدي كثير مهمة تعملي قانون ضريبة الدخل الموحدة هيده بتأمن العدالي الضريبية ليه؟ لأنه كل مصادر الدخل تبعه لك بس عندك عندك سلري عندك توزيع أرباح عندك أجار كله بفوت بتاكس فايلينغ واحد بتصيح ضريبة وبتطلع على الشطور بتطلع ساعتها كلنا كمواطنين هيده بيأمل العدالي الضريبية هيده بيبلش العمل بالتعميم الأخير لدكتور مانسوري؟ بتصور من أول السبوع القادم يعني حيبلشوا عمل فيه ما في مجال مجرد ما يزدر لازم نعرف الشغل يوم بالبقى مجرد بنزدر التعميم عن مصر في لبنان يعتبر نافذ لا يلغى إلا إذا ألغاه مصر في لبنان طالما مصر في لبنان لم يلغى التعميم إذن التعميم نافذ وسينفذ ولكن بحاجة لأمور اللوجستية فقط لحتى لنا عمل الأعداد المزبوطة وأنا بقول شغلي بالنسبة لموضوع المودعين أنا اليوم من الناس المقتنع أنه الناس حق تأخذ مصرياتها كلها واليوم أنا شخصيا أرفض التصنيفات بين وداع الناس ولكن حتى نوصل لهذه النقطة بس باختصار اليوم عميل حقا مثلا عن إعادة هيكلة كتاعة المصرفة ولكن تصور عميحكوا بإعادة هيكلة بدون ما الدولة تقدم انتظام مالي تحدد فيه مبلغ اللي أخذته اللي هو 64 مليار دولار كيف ترده للمصرف والمصارف اليوم إذا الدولة ما ردت المصارف اللي أخذتها لو عميلت إعادة هيكلة أنا أنا رح كون عم بصدم المودعين خاصة بالمصارف المتعكتر بدون عمل دراسة ديو ديليجيس على كل مصرف لحاله بالأول على سيرة الأموال اليوم يوم في 42 مليار دولار 42.2 مليار دولار مصرف لبنان يقول أنه الدولة تدين له بها يعني على الدولة أنا رح سيب لكي 42.2 هيدي بالبيانات وموقع عموما رح نرجع نفتح هذا الموضوع أنا أخذك رسمياً ببيانات مصرف البنان أه 65 بس على القليل في 42 47.5 ليهن عبارة عن سبعة ونص إنه علاءة بالدعم وسبعة ونص علاءة بيورو بونس وعندنا قهربة 24 مليار وعشوا مصرفات الدولة وعندنا 16.5 إنه فرق سعر الصرف من 2008 إلى 2020 ليهن يخسروا من مصرف لبنان عشر ثواني عشر ثواني عشر ثواني لأنه خلصنا لأننا هلأ بمصنفين محاسبياً عالمياً باقتصاد زو تدخم مفرط تصحيح البيانات المالية الأصول السابتة لا يجوز إنه بننفع عليها ربح تحسين بيقلنا بدل العشرة ثلاثة والأربعة هذه لا ما لازم يندفع نص بالمية لحتى هلأ صرت بتضربيها ب55 60 مرة بتبدك تحطي شفافية لبيانات إن شاء الله يكون في أذان صاغية ويكون في فلكسبلية إن شاء الله يكون في أذان صاغية لأنه بالتسعين الرئيس سانيورا في ذات تايم بل قبل 75 نتيج تدخم فرد عليها 1.5% هلأ ما فيك تدفع 5.7% نتمنى أن يكون للمسؤولين والممسكين بالقرار السياسي ومعوا التداعية الاقتصادية على جيبة المواطن نتمنى أن تكون لكم أذان صاغية لتسمعوا ما يجب عليكم أن تقوموا به من مسؤولية تجاه هذا الشعب الذي يظلم سنة بعد سنة شكرا لك دكتور محمود جباعي وأنت باحث اقتصادي ومالي وشكرا لك أيضا أستاذ إلي كنت معنا وأنت النقيب السابق إلي عبود النقيب السابق لخبراء المحاسبة بلبنان وشكرا لكل مشاهدي الامتيجي إلى اللقاء